اعتباراً من 2004 ما فيش ولا بنك في مصر بيدي قرد كل البنوك اللي في مصر بتدي حاجة اسمها تمويل ايه الفرق بين القرد والتمويل القرد انه بيديك ارشين عشان سيادتك طلبت منه ارشين دول مزنوق في شيء فبيدهم لك قرد القرد قائم على الارفاق وقائم على تعاون ما هواش قائم على القرد بفايدة القرد بفايدة ده يبقى ما هواش ارفاق ما ليبقى ايه داخل مع العقود العقود دي بنرسها في باب البيع ونلاقي باب البيع تفرع الاب الربا فبيدرس القرد بفايدة على انه من ربا البيوع وليس من الربا المطلق وهنعرف ده مسألة طويلة ومحتاجة تكرار كتير لحد لما هنحفظ زي الماية بإذن الله اللي هو ربا القرد ونوعه او صنفه من انواع الربا لانهما الربا نوعين ربا مجمع عليه اللي هو ربا نسيئة او ربا الجاهلية وربا مختلف فيه اللي مجمع عليه صورة واحدة ملاش تاني ربا الجاهلية او ربا النسيئة اللي سيدنا النبي قال عليها في صحيحة بخاري ونفسي تسأله المشايخ المصرة تخذ بالرأي التاني هتعملوا ايه في الحديث ده حديثين مش حيث واحد رواه البخاري عن أساب بن زيد وعن عبدالله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة الحيث التاني لا ربا إلا في النسيئة يعني انسى اللي يكلمك عن الربا ما فيش حاجة اسمها ربا إلا صورة واحدة اسمها ايه ربا النسيئة ايه ربا النسيئة ربا النسيئة قائم على عنصر المفاجأة عنصر المفاجأة ايه عنصر المفاجأة سيئتك مدين وبعدين أنا فاجئتك انت لك الدين اللي عليك فانت قمتلي أجلني شوي فأقول لك خلاص العشرة بقى 11 المية بقى 110 كده أنا فرط زيادة عليك وانت اتفاجئت ما تملكش إلا أنك تقول لي خلاص خد فلوسك أو موافقت على الزيادة لكن لو أنا اتفقت معاك في الأول اديني 100 ألف فانت قمتلي أنا عشان أدهم لك تردهم ل110 فأنا هفكر إن قدرت أرد ال110 هقول لك آو موافق ما قدرتش هقول لك مش موافق يبقى أنا عندي إرادة وانت عندك إرادة هنا يدخل مع ربل الفضل وليس مع ربل نسيئة أو ربل بيوع وليس مع ربل نسيئة اللي هو القرد بفائدة القرد بفائدة من أنواع ربل بيوع وليس من ربا نسيئة ربا نسيئة عنصر مفاجأة انت مدين بمبلغ وانا فاجئتك وانتلك الدين للمبلغ اللي عليك الدين سيادتك مقدرتش فانتلك خلاص انا هزود انا بحب ابشر كل المشاهدين ومشاهدات في العصر الحاضر ومع الدولة المدنية القوية اعتقد ان ريبا النسيئة تقريبا انتهى ما عدش له وجود ليه لان ما تقدرش تطالب مواطن في اي دولة متحضرة بمبلغ من المال بدون اتفاق سابق ولو سيادتك قمت بدور البلطاجة دي القضاء مش هيمكنك فلوان انا مدين وسيادتك جت تقوللي ادفع ديني لعليك فانا قلتلك اجلني فانت جت قلتلي اذا هزود عليك مبلغ مقداره كذا اللي هو ريبا النسيئة فانا هقولك ايه هقولك اعلى ما فيه ريكبه مش دافع هتعمل ايه مدام انا ما مضتش ولا فيه ايصال ولا شيك انا مسؤول عن الزيادة فيه سيادتك هتاخدها مني ازاي ايه اللي بالبلطاجة وبالقوة وانا هحتمي بالقضاء وإيه اللي يبقى عايشين في جو الغابة كان ريبا النسيئة او ريبا الجاهلية موجود ومنتشر في المجتمع اللي ما فيش فيه كبير زي المجتمع الجاهلي اللي كان عايش بدون قيادة وقضاء محكم فكان يأتي مثلا واحد زي ابو جهل ويعطي الناس قروض او الناس تكون مدينة له بمبالغ ثم يأتي ويقول لهم ائتوني بالدين الذي له عليهم فيتأخرون يقول لهم خلاص العشرة بقى وخمستاشر وكلمته ما تنزيش الارض ليه لان كل واحد من دول من ابي جهل وامثاله كل واحد من دول دولة داخل دولة الدولة ملهاش كبير لكن النهاردة صار المجتمع المدني اللي الدولة بقى فيها دستور وفيها قانون وفيها قضاء ما عادش حد يقدر يلزم حد من غير توسيق فأصبح ريبة النسيقة تقريبا غير موجود اللي بالبلطقة أما ريبة الفضل اتفاق سابق بتروح للبنك فمثلا بيقول لك هديك تمول كذا ولو اتأخرت كل سنة تأخير أو كل شهر تأخير عليك زيادة كذا ده اتفاق ولا مش اتفاق اتفاق يعني انت اتفاجئت لما البنك زود عليك باعتبارك اتأخرت في دفع القصد ففوجئت بان البنك زود عليك الغرامة اللي كان مشترطها عليك وانت ماضي عليها في اول التعامل دي مفاجأة ولا اتفاق سابق اتفاق سابق لما هو اتفاق سابق يدخل مع مين ريبة الفضل لربا الناسية يدخل مع ريبة الفضل اللي هو سواء ريبة الفضلة او ريبة بيوع اسمين مترد فيه ريبة البيوع او ريبة الفضل تمانية من كبار الصحابة قالوا حلال وليس حرام من التمانية دول اربعة عبادلة واربعة من كبار الصحابة الاخري من العبادلة دول عبدالله بن زيد عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس رواية عن عبدالله بن عمر ادى اربعة الا اربعة تانيين زيد بن ارقم البراء ابن عازب وسامة ابن زيد معاوية بن ابي سفيان ادى اربعة كمان اصبح عندنا الوقتي تمانية من كبار الصحابة قالوا ان ريبة الفضل خلاص كان محرم في الاول التشريع من اجل الوصول الى ضبط المعاملات واجبار الناس على التعامل بالوسيط وهو النقود ثم جاء سيدنا رسول الله في خبط الوداع خبط الوداع دي بقى اللي حسمت كل شيء قبل ما الرسول يموت باقل من ثلاث شهور وحسم فيها كل شيء وقال في خبط الوداع الا وان ريبة الجاهلية موضوع تحت قدمي واول ريبة نقضع ريبة العباس عمي اذا الرسول في حجة الوداع حسم الربا في ريبة مين؟ ريبة النسيئة في ريبة الجاهلية اللي هي الصورة الوحيدة اللي ما عادش تقريبا موجودة اما ريبة الفضل اللي جمهور الفقهاء بيقول عليه حرام وده رأيي صحيح لكن تمانية من كبار الصحابة وعدد كبير من الفقهاء قالوا انتهى انتهت حرمته أصبح حلال زي ما سيدنا رسول الله حرم استعمال آنية الخمر ثم أجهز استعمالها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم حرم زيارة القبور ثم أجهز استعمالها زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث أيام ثم في السنة اللي تريها أجهز الادخار إذن هناك أحكام تطورت ومنها ريبة الفضل اللي تمانية من كبار الصحابة قالوا لنا انه ما عادش حرام